اللي هو مشهد ان الخدام اللي عندي لابس زيه تخيلوا مثلا كده ان واحد لابس بادلة باربع خمس تلاف جنيه هو شغال خدام عند الناس تخيل مثلا كده انه لو شغال عند ناس فلاحين بس ناس يعني اي مين بيعرفوا يلبسوا ويتشيكوا زي ولادي الاصول فتلاقي الفلاح لابس ايه لابس جلبية مجدودة كده عليه ومقاستها ما شاء الله عليه والاطان بتاعها اللي هو الاطان المزبوط وتفصيلها تفصيل المزبوط وحطت على كتفه عباية امبريال شيك جدا النهاردة تفصيل العباية الامبريال النهاردة دي بألافات المتر منها بالشيء الفلاني وتفصيلها ايضا كذلك يعني تقريبا النهاردة تعدل خمس ست تلاف جنيه طب تخيل انت بقى داخل بقى عند ناس طيبين زي كده وتلاقي عندهم واحد خدام ولابس زيهم جلابية شيك ايما زيهم وعباية حلوة زي اللبس اللي هم بيلبسون هذا التفصيل في المشاهدة سره بيوضحه لنا سيدنا بوذر ليه عمل كده ليه رافع قيمة الموظف اللي عنده وللخادم اللي عنده لدرجة انك لما تدخل تقول ده يمكن اخو يمكن ابنه هو بيحبه اول الدرجة دي يمكن حد من حبايبه هو معقول يكون ده خدامه ولا واحد من الاسرة ايه سبب اللي عملوا سيدنا بوذر ده قال بعد الموقف ده سيدنا النبي نصحنا بقى كلنا الصحابة اللي عادين بن ايديه وقال اخوانكم خوالوكم يعني ايه خوالوكم اخوانكم خوالوكم يعني ايه يعني اخوانكم اخوانكم يتخولونكم بالخدمة بالمساعدة بالاعانة بقضاء المسئوليات يتخولونكم يعني جعلهم الله تحت ايديكم ربنا بيسخرنا لبعضنا من باب الخدمة لبعض حتى نستطيع ان نتعايش في استقرار لانك انت مش هتقدر تعمل كل الوظائف يعني ما تقدرش انك انت تشتغل مثلا مدير ورئيس في المصلحة وتشتغل فراش وتشتغل على البوفيه وتشتغل في الحسابات مش هتقدر تعمل عشرين شغلانا مع بعض علشان المصلحة تمشي او حياتك او حياتك تستقر لو انت مثلا في بيتك مش هتقدر تشتغل بتاع انابيل مش هتقدر تشتغل سباك مش هتقدر تعمل الكهرباء لو عملت الكهرباء مش هتعرف تشتغل خياط مش هتعرف تصلح كرسي الكسر يعني تعمل شغل النجار لو عملت شغلانا او اتنين من دول مش هتعرف تعمل كل الشغلانات دي لكن ربنا بيسخرنا لبعضنا علشان حياتنا تستقر وعشان حياتك تبقى هادية وكمان علشان نسترزق على حسة بعض يعني النجار ده حياكل منين يبقى ربنا يرزقه بسببي وبسببك الخياط ده حيشتغل منين يوم يفصل لي ويفصل لك البيعة ده حيبيع ويشتري المين يبيع لي وليك ويكسب على حسنا الراجل بتاع المحارة ده حياكل ويشرب منين يوم يدخل بيت فلان وبيت علان وبيتي وبيتك وربنا عز وجل يفتح عليه وهكذا فربنا سخرنا لبعضنا اخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم لكن ده مش معنى ان ربنا عز وجل اللي سخره لك في وظيفة او في مكانة انك انت بقى هاتهينه وتبهدله لا وانما اكرمه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة